صراع الأشكال في إحدى الحصص الدراسية قام المعلم برسم عدة أشكال على الصبورة منها المثلث ومنها المربع والدائرة ثم سأل التلاميذ أي الأشكال أفضل قالت سميرة المربع قال ماجد المثلث وحسن قال الدائرة سيدة الأشكال فقال المعلم حسنا ليقم كل منكم بشرح سبب تفضيله للشكل الذي اختاره فقال ماجد للمثلث أنواع كثيرة منها قائم الزاوية ومتساوي الأضلع وهو أحد أوجه الخرم قالت سميرة ما من مبنى من المباني إلا ويعتمد على الشكل رباعي الأضلع حتى الكراسات والكتب وغيرها وحسن قال إن العجلة يقوم على أساسها التطور الصناعي ومعظم الابتكارات وهي غالبا ما تأخذ شكل الدائرة فقال المعلم إذن نحن متفقون على أن لكل شكل مزايا لا يتمتع بها غيره واستخدامات لا يصلح لها سواه إذن لا يمكن لشكل من الأشكال أن يكون الأفضل على الإطلاق وكذلك نحن البشر لكل منا مزاياه وقدراته سواء كانت جسدية أو نفسية أو عقلية التي تجعله أفضل من غيره في موقف من المواقف أو مهمة من المهام إذا أعجبك الفيديو وشاهدته حتى النهاية فلا تنسى دعمنا بالاشتراك والإعجاب ليصلك كل جديد أحبكم شكرا